السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو جديد من فيديوهات مشاكل الموقع وحلولها. ان اظهر الكلمة على المشكلة كنت نتكلمنا عليها قبل كده وهي وهتلاقوا لينك الفيديو اعلى الفيديو اللي احنا شاكلين في دلوقتي. المشكلة خاصة بالمكتب الفني والتنسيق مع المكتب الفني. الموضوع ازاي ما احنا شايفين كل المبلغ مسلا ده المعين. كل المبلغ طبعا في اعميدة اكيد طبعا. طيب الاعميدة دي هل اطوالها بتبقى سابتة من اول دور لحد اخر دور? طبعا لا الاطوال دي بتقل مع اه زيادة ارتفاع المبنى لان طبعا الاحمال بتقل. طب ليه ننسق مع المكتب الفني في موضوع الاعميدة دي? لان طبعا الاعميدة دي لو بيقل اطوالها يعني احنا دلوقتي اللي عمود زي ده. لو بيقل طوله يبقى انا مسلا عندي زي اللي هي موجودة كده على ده. يبقى بعد كده ما تلاقيهش على ولاقيها على طيب هتفرم اعنا ايه في لو جينا بصينا مسلا حاجة زي كده زي ما احنا شايفين ده كده مسلا شقة من الشقاء اللي هي فيها الاعميدة اللي احنا اتكلمنا عليها هنا مسلا دي كده مسلا طيب معين طيب هنيجي نبص على الشقة دي ومسلا هو ده لو احنا شايفين ادي العمود زي كده على سبيل المثال لما بيجي اخذ فبقى مسلا المكتب الفني لو اعمود ده مش ملسأ مع المكتب الفني وان هو هيقل فكده ده طبعا بالنسبة لي هو لا غي لان انا ما اقدرش بعد كده العمود لها ما هيقل هيقل من الداخل. اكيد طبعا مش هيقل من الخارج. فلما اقل من الداخل يبقى انا كده الديمينشن ده مش ملاسب معي. ولما كده طبعا في الموقع يبقى انا الديمينشن ده ما اقدرش هيقل من اول العمود لحد الاوت لده عشان اشوف الاوت لده يباكله فين السليم. والحل بتاع المشكلة دي ان احنا نقيس من الجهة السابتة للاعمدة اللي هي هتقل. دي كانت اول مشكلة معنا. المشكلة التانية اللي معنا في برضو موضوع ان احنا عندنا جزء زي كده التلات عاملة دول الجزء ده كله هيبدأ يقل معي مع ارتفاع المبنى لحد ما يوصل لجزء معين ان احنا الجزء ده كده قال لي خالص. يعني المبنى قائم هيبدأ يقل معي كده بالشكل ده. طيب. بمعنى كده ان العاملة دي ما هتقل بالشكل ده يبقى انا الجزء ده هيبدأ يقل معي مع ارتفاع المبنى. مقدرش اخد من حدود المبنى من برا. لأ انا اشوف نقطة سابتة جوه اللي هي هتفضل معي مع كزا لحد ما يبدأ يقل والشواء دي تتلاشى. اخد نقطة سابتة عشان اقيس منها قوت اللي هي في السيرينج ال ما منها اعملها وبعد كده اناسبها لنقطة سابتة جوه لانها ما يفعش اناسبها من النقطة من النقطة الخارجية اللي هنا اللي هي هتقل. يبقى هي دي كانت نقطة تاني نقطة معنا. بالنسبة لل هتمنى اكون وصلت لكم الفكرة. طبعا ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير. ولو انت مش مشارك في القناة تعمل سبسكرايب. مشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.